أعلن اليوم الجمعة لدي بوردو النشط في الدرجة الثانية الفرنسية عن ضم لاعب المنتخب الوطني لأقل من عشرين سنة تيجاني عطلة وغرد الحساب الرسمي لفريق بوردو عبر تويتر أن الشاب تيجاني عطلة وقع أول عقد احترافي له مع الفريق لغاية عام 2025 للإشارة ينشط لاعب تيجاني في منصب قلب دفاع وسبق له تمثيل المنتخب الوطني لأقل من عشرين سنة في عدة مناسبات أبرزها كأس العربي الأخيرة بالسعودية